مرحباً طلاب الأعزاء سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف التاء إذن هكذا يكون شكل حرف التاء سهل جداً هو عبارة عن طبق وفوقه نقطتان الآن سوف أكون بقراءة كلمات تبدأ بحرف التاء ت ت تمر ت ت تفاح ت ت تمساح إذن هذه هي الكلمات التي تبدأ بحرف التاء وانتبهوا جيداً نحن نتحدث في وحدة من نحن عن الطعام الصحي والطعام الغير صحي وهنا يوجد التفاح والتمر من الطعام الصحي الآن سوف أقوم بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية أريد منكم الانتباه إلى الكلمات التي يوجد فيها حرف التاء بيت جدي قال سكر زرنا بيت جدي لعبنا تحت شجرة التفاح أحذرت جدتي عصير التوت قالت سمسم كم أحبك يا جدتي إذن الكلمات التي يوجد فيها حرف التاء هي بيت تحت شجرة التفاح أحذرت جدتي التوت قالت جدتي إذن هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف التاء هنا عزيز الطالب أريد منك أن تقوم بوضع خط على الكلمات التي تبدأ بحرف التاء والكلمات التي تنتهي بحرف التاء إذن يكون هكذا شكل حرف التاء في أول الكلمة التاء الذي لونه أزرق مثل كلمة تاج تاج في أول الكلمة تا توت هنا توجد التاء في أول الكلمة وفي آخر الكلمة بيت بيت هنا التاء في آخر الكلمة أول الكلمة سوف تقوم بكتابة حرف التاء عن طريق تتبع النقاط لذا أريد منك أن تكون طالبا مبدعا في الكتابة وأن تكتب حرف التاء بطريقة ممتازة سوف أقوم هنا بقراءة هذه القصة وأريد منك أن تكون طالبا مفكرا ومتعلما وأن تنتبه إلى الكلمات التي يوجد فيها حرف التاء وتنتبه أيضا إلى أننا نتكلم عن الطعام الصحي وتميز الأكل الصحي تامر يحب الفاكهة ذهب تامر مع والده إلى بستان الفواكه في البستان رأى تامر شجرة تفاح وشجرة تين شجرة توت ونخلة بها تامر إذن هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف التاء وكما أخبرتك سابقا في وحدة من نحن نتحدث عن الطعام الصحي وهنا في هذه القصة يوجد الكثير من الطعام الصحي أي يا عزيز الطالب أريد منك أن تكون طالبا مفكرا ومتأمنا وتبحث عن الكلمات التي يوجد فيها حرف التاء مثل تفاح تين توت تمر هنا أيضا أريد منك أن تقرأ هذه الكلمات التي يوجد فيها حرف التاء هذه الصور لكلمات يوجد فيها حرف التاء مثل تفاحة تاج توت تين تمر تمساح وأريد منك أن تكون قصة عن طريق مشاهدة هذه اللوحة قصة التمساح الذي يأكل الفواكه شكرا لكم أعزائي الطلبة وإلى اللقاء في درسنا